قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعدة حملات تفتشية للرقابة على الأسواق المحلية لضمان عدم التلاعب بالأسعار بما يصب في تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين لهذه السلع والمنتجات الأساسية دور رقبي مستمر توصله وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحث المعنيين للالتزام بالقوانين والأنظمة بما يعزز جودة بيئة الأعمال في مملكة البحرين من خلال حملات التفتيش الدورية التي تؤكد جهود الوزارة المستمرة على كافة الأصعدة لتفقد الأسواق المحلية بصورة دورية بما يصهم في بث الطمأنينة والتأكيد على التصدي لأي تجاوز وبشكل فوري الوزارة أكدت بأن المساعي مستمرة لدعم المنتجات الوطنية الغذائية بمختلف أنواعها والتوسع في إنتاجها وبينت أن الحملة جاءت استجابة لما أثير مؤخرا حول قيم عدد من شركات الألبان برفع أسعار منتجاتها حيث باشر فريق الوزارة بالتفتيش والتحقق من أسعار المنتجات الضرورية مثل الحليب ومشتقاته وأنواع العصائر والتأكد من عدم الإضرار بالمستهلك بأي شكل من الأشكال هذه الجهود تأتي تماشيا مع خطط الوزارة في التصدي لجميع الممارسة التجارية غير سليمة من خلال نظام إلكتروني متكامل يقلص الوقت المستغرق لإتمام عملية التفتيش ويرفع كفاءة الأداء بالإضافة إلى إحاطة أصحاب الأعمال في الحال بنتائج التفتيش لتمكينهم من تصحيح المخالفة عبر النظام أيضا مساعي مستمرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحقيق المتطلبات وتجوز التوقعات بأعلى مستويات الجودة شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين